مرحبا واضح انا محمد جحجا حمري واحد ثلاثين سنة بشتغل سائق تاكسي وبدرس حقوق تسع وعشرين عشرة الفين وستعاش قزيفة غدر نزلت جنبي الشازية فاتت من الصدر على الرئاء العمود الفقرية عملت حرق بالنخاء الشوكي طبعا ضليت حوالي سنة ونصف من دون عمل من دون أي شيء انه مهتم بعلاجي وطبعا كانت حالة نفسية انه ضعيفة ملا بينما استجمعت قواي واموري وصحتي شوي انه صحتي وعافيتي انه صرت اقوم بحالي شوي انه اعتمد عن نفسي خطرت عبالي فكرة سيارة وصرت اشتغل سائق تاكسي طبعا تعديل السيارة عدلتها بنفسي بس بمساعدة حداد ومساعدة مكنيسيان بتركيب القطع طبعا تغيرت حياتي للأحسن بعد ما انه شغلت على التاكسي طبعا في عقبات انه في عقل تطلع انه ايه مصاب انت ليش شعب تشتغل منشان شو بداك تشتغل انه روح وتبروك في البيت اريحلك طبعا الصعوبات ما في انه هالصعوبات صعوبات الكتير انه اوقات مسلا بانحكم انه ما بكون في حدا يساعدني يعيني انه بس يطاليني على السيارة مشان اطلع عليها انه بنتظر شويلة بينما حدا يجي من الشباب ينزلني وطبعا ازمة البنزين هاي معروفة انه نحن ضمن حصار اقتصاري عام علينا طبعا انا هدفي الاول والاخير بعد الاصابة انه هو العلاج والطموح فيه كتير طموح بس الواحد وطبعا بعطي انا امل وتفاؤل للناس وبنفس الوقت انه بيعطوني امل وتفاؤل وقوة طبعا في منهم بيعطوني هذا الشي انا اللي وصلت له طبعا والاول بالاخير المعاق هو معاق فكرية ما معاق جسديا نحن بنحسن نعمل اي شي بدنا اياه بس تكون عنا ايمان وقوة ويقين بالشي نحن اللي بدنا نعمله طبعا انا بحب وجه رسالة للجميع انه لاحدة يستسلم شوفوا الحياة الحياة راح تستمر ولا تهتموا للناس نهائيا وصعب نفسك موسيقى 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 اشتركوا في القناة